ولسه مكملين مع حضراتكم وسر الخرطة يالله أستاذ هعمل لكم النهاردة كفتة عبدو باشا بس صيامي مين عبدو باشا دا؟ داود باشا داود باشا داود باشا دي كف مخطة بتاعي عبدو باشا دي صحب بعد العباسيه صحبتة عبدو باشا دي جديدة بقى هي بقى داود باشا باللحمة عبدو باشا بالغير لحمة تتسدق ان انا افتكرت انه فعلا انت تتصدق عبدو باشا يعني قريبة من داود باشا باعتبار ان دي بالعدس صح اي ولا قلت كده بجانب طب هنسميها كده هنسميها عبدو باشا دي كفتة عبدو باشا صيامي بس هنعملها ايه بالعدس العدس الاسود احنا مقبول سلقينه ماشي وهنقوم ايه حاطين حوالي مثلا نص كباية ماشي ماشي طبعا العدس يعني يفضل يتنقع برضو بس كتير الناس ما بتنقعش العدس الاسود ولا الاصفر يعني بعناه بقليات برضو لازم تتنقع عشان تراحق عشان تراحق انا بتعب بصراحة من العدس متعضيش توني كتكتي لا انا ما عنديش منعنقعو بالعكس اه بحسنتوي ما عنديش مشكلة مع القول بصلايا يا جماعة ما بياخدش وقت في السوا بصلايا ماشي احنا قريبا مع الطعاينة ومشوحينا ومشوحينا شوي تباين مدبلينها يعني ايوا كده عدس مسلوب ماشي اهون كده ماشي وبعدين باقدونس مم…حلو ده كل رحلة تصديد رحليت والبقسمات extremely good ده ماشي المشكلة وكيدة طريقة كفاي بصت électدي ايوه انا بلغ وهنقوم ايه ضربينهم كده مع بعض ولا فيش اي سوائل والسلسة الحمراء امت هلحطه وده يمسك في بعضه زي مع العبدو باشر مع العبدو باشر انا كانت انتمتي في كلية الهندسة وكنت بروح لها عبدو باشر انا كنت بخرب كلية الهندسة انت مش محتاج اي سوائل من اينو هيحط دلوقتي معلقة مية معلقة زيت انا شايفة صلصة اهو كده خلاص ايوه ماشي بس قابل معناه اه ده انت هتسويها هنعمل ايه عرفين كده فيه هيتبوخها اهوكي شوية صلصة ماشي حلوين كده بتقصد عصير تماطم يعني اه عصير تماطم ايوه ده عصير تماطم يس ودي صلصة تماطم ايوه يلا يلا مش هيقول لا اهو معلقتين تقريبا ماشي بس كده اه وانت هتنزل بالخليط ده في الصلصة لا هيحمره الاول وهنحط شوية افهمت خلاص ايوه ده عبدو باشر عبدو باشر عبدو باشر شوية مية نص كمباية تقريبا اوكي ماشي وده اي ده مع الفلفل ايه وده ايه اهو ده بقى الايه ده اسمها خلطة الكفتة بس ايه كفتة عبدو باشر كفتة عبدو باشر اه ايوه انا كده كده كنت لسه ده بوهرات بوهرات الكفتة ايوه لازم تتحط مع عبدو باشر اه 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 حلوه لازم عشان بتدي ناكة الكفتة ايوه ماشي ماشي كده كده كنت عادة على فكرة ده ممكن تحط شوية في الصلصة برده ما يدرش بتديها فليفر طبع يلا بينا والله ايه ايه ملح لا كده 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 بس كده وفل يلا عشان ما عطسش اه اه انا اللي جنب وقت اه اه كده احطه على النار بقية يا سموحة ما هي دين على النار اول مرة هو استخدم نارين ايوه نارين اهو بس اسمحوا لي هضرب ايوه من ثلاث تضرب كمان عشان حطينا ايوه حطينا الحركات ايوه التوابل الكفتة صح صح تمام اه ايه ايه دا الاومر اشوف الكفتة من العدسة لها معروفة قوي في السيام بجد اه 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 طبعا بقدونس والعدسة من الوطيف اليومين دول صحيح سيام ده سيامي جدا الاكلة دي ماشي هنحط ديب كده هنحط الزيت هنحط الزيت بقيت خبير في الزيت بسك زيت بسيط لا يعني مش خبير في الزيت هو بقى شاطر في المطبخة طبعا يعني اداءه اختلف طبعا البودي ده في اسبوع الفضل ليك والله مبسوط ولا متدايل لا جدا مبسوط جدا مش هايست ازود الزيت شوية ما خايفة اه شروق قالت لي ما تزودش ما هو ما تزودش مش قلي يعني احنا مش هنه مش ديب فرايد بس اه عشان بس ما يلزقش ويفرق هي بقى الخطوة اللي جاه دي اللي انا خايفة اه لها بتلزق وتطيح لا 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 يو affection اه انا هعملها قوار طيب ماشى عبده باش لازم تمسك نفسها شوية زيت ومية أو علاقة داية؟ لا عليها يا سيح لا تقلقش لا تقلقش لا يحدث أي شيء طبعا وأنا كان رأي مع علاقتين ثلاثة مية تخليها مسكة بعدها؟ تجرب كده مش هتضربها كده ضربها مع بعض الثاني؟ بعد ما حطيت الزيت؟ حلس مش مهم لا أريد أن أضربها هتالي أضربها مش محتاجين؟ تفتكر هتمسك مننا؟ ان شاء الله ان شاء الله ايه 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 لو حطيت كمان هتمسك بجد ايه 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 هي كده كده مستوية يعني العدس منقوع ومسلوق طبعا البقدونس خضرة هي تتحمر بس والبصل متشوح ما فيش حاجات اخد لون ايه ايه اهم حاجة لما تنزل في السلسة ما تفكش لا ايه هي لو تحمرت ما فكتش وهي تتحمر مش هتفكش هو الخوف لما تتحمر انت عارف احنا ممكن نحط ايه بدل البقسمات بديل صحي ايه ممكن نحط رز بنقوع وينزل هنا يتجرش وممكن تشوفان وممكن تشوفان طبعا بس الرز بديل صحي بردو يفضل يا جماعة بقى داخل بكل حاجة طبعا يلا يلا حدت لنا كم واحدة كمان برافو برافو يلا حاضر اهي بقولك ايه انا ممكن اقف جنبك اقلب قعد يا سلاة وفيت ايه الشعير كمان يا جماعة ايه شعير بردو واحدة من الحاجات اللي مش واخد حظه قوي معنا مع انه مفيد جدا برافو برافو عشان انا حاسة ان انت ايه ده وديلها الزيت شوية ده اه ما انا قلت كله على فكرة يا جماعة ريحتها عاملة زي اللحمة تجنة زي اللحمة زي اللحمة غريبة جدا انا عمري ما اكلت كفتة اديلو بقى هنا مقطوتين مقطوتين هاي لا مهدي لا ميسكت ميسكت اكيت اه والله اتب صبع صوابع ما تتشاف انا بحب اله ده عبده باشا والله لا تقطع ده عبده بس ده ما حصلش باشا ده ما حصلش حاجة ده الوعد عبد ده الوعد عبده فعلا باشا ايدي الصوابع صوابعك فعلا محفورة في الكفتة بس على فكرة لزيزة بتفكرني الكفتة الرز نفس اللي هو اهلوة صح لأ وريحاتها حلوة بشكل حلو 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 برافو حلو حول ليه ليت يا دودو اصبولي بس ما دي تتحمر شوية ما انا هصبر لا خالص انا هصبر خالص بس بقلبها تقليبة عد الجميل ها برافو سموح برافو سموح برافو برافو يا دودو الله ربنا يعمل بيتك الله عشان تعرف بس ان انا ايه خلاص كفاك انتو بتنوعوه بتاكل الاول بس تبكروبا تبكروبا تبعين ستسألتو انتو بتنوعوه مصادر البروتين يعني هل بالضروري والاساسي انكم تاكلوا بروتين حيواني يوميا ولا ممكن بروتين حيواني بروتين نباتي ممكن من غير خالص بيت والزبادي اليوناني دول مصادر اساسي البروتين عندي اكتر من اللحم والفراخ والسمك بتاكل سمك كم مرة في الاسبوع لا على الاقل مرة او مرتين سمك مصادر البروتين بتاعتك ايه السمك والبيت ده اساسي اه انا مفيش يوم بيعد لما وانا كمان او زبادي يوناني لو مش هافطر بيت يعني بافطر زبادي يوناني اقولوك على حاجة انا مبخرا كمان ابتديت اشتري بيت بلدي طبعا بلدي جميل حطي زيت شوية دول كفية بقى اكشفيها عشان ما اتفورش ساكت عايزيات تسبك خليها تسبك بقى شوية استنى لسه شوية طب نحط هنا زيت اه اه احط بقى اتنين كمان خاطر احنا عزمين بقى شوية احنا عزمين بقى شوية زمايلينا في الفلاتو ادهم هياكل مين تانية بس هي كتعايزة بقى ايه كتعايزة لها صايم مش صايم مش احنا النهاردة الكروب بتاعنا عامل ديش بارتي ايوا الله الله انا عاملكوا يا جماعة خلاص الله الرجال يا جماعة لقيتهم بيليموا بيليموا ببعض الفلوس مقررين يبعطوا اي حاجة جاهزة عايزين يخلاصوا حتى الرجال اللي عايشين مع والدتهم اه لا انا جبت مساقعة وبانية انت جايبه لنا انا جايبها صلطة وبيتيفور اه بتيفور انت اللي عملا في البيت ولا شرقية احنا قررنا نعمل تبادل ثقافات هي تاكل المساقعة وهي تاكل الصلطة ممكن نبدأ ننزل عشان بردو ياخد الوقت لا انا كنت عايزة اعمل العكس يا هدي ولا تزعى النفس ما فيش مانع خد الكابشة استنى بقى اما الكم واحدة اللي انت حطتهم في الاخري اه اه تعال انت بقى خلاص التاكش اللي مقي ده بتاعك لا مديمش هتنفع دي اسماع مقصوص اه خلاص ساقلب انت بقى التاقلبتين بتوعك ده خايف كفتت بتغرب بدي في الاخر اغرب بديا في الاخر يا واكسيتي يا واكسيتي تبستعجلين يا جماعة يلا اهو بسم الله الرحمن الرحيم حاسبشان عتشفه الشكر اهوة الله 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 بس لذيذة اوي 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 الريح يا جماعة تهدل والله العظيم اهو ممكن نحط كمان مع الكفتة في الفرامة يا جماعة ثلاثة اربعة فصوص طوم ممكن تبقى حلوة والطوم هي كللها ريحة جميلة وظيفة جدا ومفيد وممكن حط كسبارة خضرة وكسبارة نشفة عشان ترايح شوي والبقدونس يبقى حلوة اوي معاها كمان اه ما هو حط بقدونس حط بقدونس حط بقدونس اه صدقي ما شاء الله متفجأة متفجأة والبقدونس ما كنتش بقدونس كده كنت سلحانة قلت حط بقى كسبارة كسبارة بقدونس الخضرة كلها تبقى حلوة لا ما تقلبهاش هتقلبهاش عشان ما تفكش حاضر على فكرة فيه 2 فكين بسببها مش مهمة احنا محباها مهروسة ايه دي غلطتي حاريسة عبدو باشا انا غلطانة ايه صح هتحط لي ودوه ولا مش هدوء النهاردة لا حاضر يا سلام عناية العدسة كمان يا جماعة ممكن يخش في السلطات طبعا مش بكميات كبيرة عشان الناس بتقولك قولوني الله انا بعمل صحيات صحي اللي واقوي جميلة احنا بس محتاجين من باير شكل اكلنا اللي عارفة المايندسات او الثقافة ونتعود ان احنا نعمل حاجات جديدة ومختلفة لان دايما اني بيجي في ذهنك اول ما تفكري في الطبيخ الحاجات المعتادة لازم تخرجي برا الصندوق شوية حينا السوشال ميتيو كمان موفرنا تنوع ويندو قوي جدا جدا من التنوع واللي عايز يأكل اكل صحي واللي عايز يأكل مختلف وللي عايز يأكل قويضا بأنه م內ihيه كثير قوي ندو trek لا تفت etme حظ امو و الان فكرت انني كفتا الارز جد اسلم ديكّ اسلم لحلوه والله العظيم انت تامل هنا افكار فلجان اللي اللي عادي يا緊 لأ الحيض بالبنسباني 그러니까 우리 م Trela يبقى احنا كده عملنا يعني اكلة كلها يعني صحية جيش جاية وبسيطة صيامي جدا وعظيمة احنا الادس اللي بجيب ده تقريبا من ابنة كلوش الا على الكوشري بس بس صح